الحمد لله بل العالمين والسلام على شرف المصالين وبعد بالنسبة لصلاة العيد أو لعيد الفطر يشرع ويسن ويستحب أن يغتسل المسلم قبل صلاة العيد أنه يغتسل كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يغتسل قبل صلاة عيد الفطر وهذه السنة الإنسان يغتسل ويتطيب يعني يصب من العطور ومن الطيب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب عليه الصلاة والسلام ولم يكن أحد أطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحة ومسكا حتى كان يرى وبيص المسك في لحية إنسان الله عليه وسلم إذن يغتسل المسلم ويتطيب ويلبس الجميل من الثياب لأن هذا يوم عيد يلبس الجميل من الثياب وثم يذهب إلى المصلى وقبل ما يذهب إلى المصلى قبل الخروج لصلاة العيد كنا نرى السنة السودرة أنه يفطر قبل ما يمشي صلاة العيد نعم يفطر قبل أن يذهب إلى المصلى ويستحب أن يفطر على تمرات ويترا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ما يمشي لصلاة العيد الفطر كان عليه الصلاة والسلام كيفطر وكان يفطر على تمرات ربما قال الصحابي رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه كان يفطر على سبع تمرات عليه الصلاة والسلام إنسان يفطر والأفضل أنه يفطر على التمر المهم أنه يفطر قبل صلاة عيد الفطر ثم لما يخرج إلى المصلى يسن التكبير التكبير من ليلة عيد الفطر إذا كانت ليلة عيد الفطر أنه يشرع التكبير من ثم حتى يطلع الإمام يصعد الإمام المنبر وأنه يكتر من التكبير في هذه الليلة وفي الصباح دي العيد الفطر لقول الله عز وجل وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وسيخَ التكبير أنه يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد المهم يكثر من التكبير في هذه الليلة وفي صبيحة يوم عيد الفطر لقول الله عز وجل وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ هذه أيضا سنة ثم أيضا يشرع للمسلم أيضا أنه يدى يمشى للمصلى أنه يمشي من طريق ويرجع من طريق خرى نعم قال العلماء حتى تشهد له تلك الأرض وتلك الأرض لأن الله عز وجل قال يوم إذن تحدث أخبارها الأرض تتحدث يوم القيامة بما عمل الناس على ظهرها من خير أو شر يسنوا للمسلم أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر أيضا يشرع في أيام يوم العيد صلاة الراحم وهذه مهمة جدا ينبغي للمسلم أن يصل رحمه ويزور الأقائب دياله ويزور العائلة دياله في يوم العيد يوم العيد أو اليوم الذي بعده أو اليوم الثالث فالمهم أن يزور أقائبه وأن يصل الرحم في أيام العيد لماذا؟ لأن يوم العيد يوم فرح ويبغي للمسلم أن يصل رحمه لأن الله عز وجل هو الذي أمر مسئلة الرحم أشنو قال سيد الرب قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام هذا الرحم هذا عمك وهذا خالك وهذا أخوك واختك واللي بينه وبين الأخ دياله واللي بينه وبين أخته شي قطعة رحم ومخاصم معاه ومهاجروا وما كيتكلمش معاه لأجل يعني الشيء تافه لأجل يعني خصومة دنيوية أوه كون شي غيفوت يعني هذه الدنيا اليوم الدنيا وغدا الأخرة اليوم حياة وغدا الموت تصالح معه لوجه الله وسامحوا لوجه الله واعفوا عنه لوجه الله وزوروا لله تبارك وتعالى ومشي تقول علش هو ما كيش عندي علش دولية علش كده وكده سير عنده ابتغاء مرضات الله ها ومن يفعل ذلك شوف الله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من مر بصداقة أو معروف أو إصلاح بين الناس يصلح ما بينه وبين الناس ها ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ذاتها لله زيد قال الله فسوف نوتيه أجرا عظيما الله أكبر يعني رب يريد أعطيك واحد الأجر كبير جدا إذا أنت ماذا صلت يا رحم ديالك وأصلحت ما بينك وبين أخيك كل اللي بخصم مع أخته يعني عاما كيد ويش معاها اتق الله هذا العيد هذا العيد الفطر وبعد هذا الشهر المبارك زر الأخ ديالك وزر الأخ ديالك وصل رحمه واعفوا عنه كما قال الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ومن عفى عفى الله عنه ولهذا لا 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 ما يشرع في أيام العيد سلة الرحم وزيارة الأقارب والتوسع على العيال فهو يوم فرح ها يعني يدخل المسلم الفرح على أولاده شيلهم ويمازحهم و يعني ويباسطهم وهكذا يعني يفرحهم في يوم العيد لابد أن يفرحهم في يوم العيد ثم أيضا الزوجة دياله ها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكيمهن إلا كريم ولا يهنهن إلا لئيم فالإنسان يلت تهلّف الزوجة دياله ويتهلّف الأولاد دياله طبعا باعتدال دون إصراف ها كما قال الله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فالتوسع على العيال وعلى الأولاد وعلى الزوجة في أيام العيد ها ويشري لهم ويعني ولا مانع أن يخرجهم وأن يذهب بهم إلى الأقائب وكذا فهذا كله إن شاء الله مما يشعر في يوم العيد وفيه الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر